موسيقى صباح الخير يا زماني في تحليل فاني الصباح لشركة وانزر بروكر سأدوم لكم كريم مكدير ومتبني عشرين يونيو عشرين يونيو عشرين وعشرين 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 وأنتحدث مع بعض الفيديو بتاعنا عن مؤشر داو جونس طللات معرضية المؤشر داو جونس طللات محايدة في ظل غياب المحافزات الهمة للسوق خلال طبعا تدلات أمس على رغم نوجود بعض البيانات الهمة أهمهم طبعا من ظهر أمس كان المطالبات السرعة معمرة الأساسية اللي جيب نتيجة أفضل من المتوقع سبعة من عشر في المية اليوم في انتظار بيانها ايما ومؤشر سقط المستهلك الأمريكي المتوقع للمية فاصل أربعة والشهر الماضي كان مية وستة فاصل أربعة دي كانت تعمل بياناتها من الأخبار وذلك هننتقل مع بعض ونشوف تشار توقعاتنا لها عمدار اليوم نظر موضح معنا على الشرط طبعا الأداء الإيجابية على مستوى أقلوب المؤشرات أداء إيجابية على EMA على الصارع على Flat Trend على الاستكستيك تقاط ومتوسطات سعر الأعلى ثبات سعر عليهم وثباتوا على نقطة المحورية روح 3050 ولذلك طبعا نطاق عمزين من الأداء الإيجابية ولكن شرط كسر ال 690 وراها ال 32F وراها ال 232.340 مرة تاني كسر ال 690 وراها ال 32F وراها ال 340 سيناريو الأخر رمعيك سعر بكسر ال 680 وراها ال 160 وآخر نقطة 29600 وبكده إذا مطابعين نكونوا صار لنا نهاية الفيديو أتمنى لكم أكيد يمتدى بالآمن وبشكركم على حسن من تابعاتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته